سيناريو خطير ومعقد يكاد يدخل ويدخل ليبيا في مأزق سياسي ودستوري يزيد متعب هذا البلد المنهك أصلا القصة بدأت بعد تعيين مجلس النواب الليبي فتح باشاغا وزير الداخلية السابق رئيسا جديدا للوزراء وهو ما رفضه رئيس حكومة الوفاق عبد الحميد دبيبة الأخير لا يزال يحظى بدعم أممي وهو الذي تم تعيينه في عقاب منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تم تنظيمه في جينيف في بداية العام 2021 هذا الوضع السياسي المتأزم شكل هاجسا قويا لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لتكثيف جهوده وتوظيف علاقاته بمحاولة لنزع فتيل الأزمة التي تلوح في الأفق بحسب جون أفريك الفرنسية فالمنفي استقبلت بيبة في الثالث عشر من الشهر ثم باشاغا في اليوم التالي وأبلغهما رفضه رؤية البلاد تدخل صراعا جديدا هذا الصراع وصفه رئيس المجلس الرئاسي بأنه شخصي وتنافس دار بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادرها والتي أضافت أن المنفي يسعى لتسوية الأمر بين الرجلين في مدينة مصراتة وأدبيبة باعتبار أن باشاغا ينحدر من المدينة ذاتها التي تضم بعضا من أشرس الميليشيات وأكثرها عتادا في البلاد وبحسب الصحيفة الفرنسية فأن المنفي حث الرجلين على التفاوض مباشرة مع بعضهم البعض حتى لا تنجر البلاد إلى الحرب كما أصر على حقيقة أنه مهما كان رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره فإنه سيتعين عليه ممارسة ولايته في إطار اتفاقيات جينيف أي قيادة البلاد إلى امتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة بقدر الإمكان ترجمة نانسي قنقر